بسم الله الرحمن الرحيم نوادر القرآن وكلمة تفسير كلمة تفسير هذه الكلمة العظيمة التي صارت مقرونة بالقرآن الكريم فهي علم بيان القرآن وشرحه وتبيين معانيه هذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة الفرقان في قوله تعالى ولا يأتونك بمثال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فما هو التفسير؟ التفسير في اللغة مأخوذ من الفسر يقال فسر الشيء يفسره وفسره يفسره والفسر هو البيان والإبانة والكشف فكلمة أو الجذر اللغوي فسر في أصله اللغوي يرجع إلى معاني الإبانة والكشف فإذن التفسير هو مبالغة من الفسر يدل على التبيين والكشف والتكشيف والإبانة والإظهار وهذه الكلمة جاءت في هذه الآية التي ساقها الله سبحانه وتعالى ردا على تعنت المشركين وشقاقهم للنبي عليه الصلاة والسلام فبداية هذا المقطع هو قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هذه الآية التي فيها كلمة التفسير جاءت ردا على تعنت المشركين الذين قالوا لما لم ينزل القرآن عليه جملة واحدة لما لم ينزل القرآن عليه مرة واحدة كما نزلت التوراة على موسى دفعة واحدة وكما نزل الإنجيل على عيسى دفعة واحدة وسائر الأنبياء لما نزل منجما مفرقا فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحجة قال والسبب في ذلك قال كذلك لنثبت به فؤادك أي نثبت به فؤادك يا محمد وفؤاد المؤمنين بنزول القرآن فشيئا في كل حادثة وفي كل مناسبة لكي تتفرغوا لتدبر ما نزل من الآيات وتعملوا بها وتقلبوا النظر فيها فلو نزل القرآن جملة واحدة لا ثقل ذلك وشق عليكم ولله الحكمة البالغة في ذلك ثم أن هؤلاء المشركين الذين احتجوا على النبي عليه الصلاة والسلام بأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة مثل حالي التوراة والإنجيل ما لهم وللتوراة والإنجيل فهم مكذبون بهما وأما إن كانت الحجة هذه أو الشبهة جاءت من اليهود والنصارى فهم بعدون عن ذلك فهم لم يعملوا بالتوراة ولا بالإنجيل ولم يحفظوهما بل حرفوا فيهما وبدلوا وزادوا وأنقصوا ولكن يقولون هذه الأمور لجاجاً وعناداً ومشاقة لله ولنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل هنا مثل معناها بشبهة أو مثال مما تقدم يريدون أن يطعنوا في القرآن وفيك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير فكل شبهة أو أغلوطة يلقونها على القرآن أو عليك يا محمد سوف نأتي بالحق الذي يدمغها ويكشفها وأحسن تفسيره نأتي بالتفسير بالبيان والكشف لهذه الأغاليط وهذه الشبهات وهذه الحجج الداحضة إذن التفسير هو الكشف والبيان فإذن أن ما من شبهة سوف يلقيها الكفار على القرآن إلا ويأتي الله بالحق وببيان الحق الذي هو التفسير فإذن كلمة التفسير لم تأتي في القرآن إلا في هذا الموضع ومن الفواد أيها الأخوة أن في هذه الآية أو في هاتين الآيتين الكريمتين لارتباطهما أنه ما من شبهة وكما أن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بأنه لن تلقى على هذا القرآن شبهة إلا ويأتي الله بالحق وتفسير الحق وكشف هذه الشبهة فإن هذا الأمر مستمر حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الله يؤيدهم وينصرهم فما تلقى شبهة من قديما وحديثا على القرآن حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويقيض الله من ينصر القرآن ويدحض هذه الشبهة ويزهقها ويدمغها والفائدة الثانية أن القرآن الكريم وصفه الله بأنه الحق وبأنه أحسن تفسيرا وكشفا وتوضيحا وبيانا للحق الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كاشفا وهذا الوحي كاشفا للشبهات ودامغا لها وفي هذه الآية دليل على أن الأصل في القرآن الكريم هو ظاهره وفيها رد كما قال علماء التفسير على الدعاء والقراءات الباطنية التي كانت قديما والتي بعثت من جديد في هذا الزمن فكل قراءة ملتوية أو باطنية للقرآن الكريم تخالف ظاهره والمعهود منه ونسقه المتعارف عليه فإنها قراءة باطلة غير صحيحة لأن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه الحق وأنه أحسن تفسيرا والتفسير معناها البيانة الكشف ومن المعلوم أن القراءات الباطنية والمراوغة وغير ذلك هذه قراءات لا توصف بأنها أحسن بيانا وتفسيرا وكشفا وهي قراءات غامضة قراءات غامضة وقراءات هي أقرب إلى الأحاجي والألغاز بمعنى أنه في هذا الزمن قد تجد بعض التيارات غير الإسلامية والمذاهب غير الإسلامية التغريبية والشرقية أو غير ذلك تحاول أن تعيد قراءات القرآن فتغير في أحكامه ولا تأخذ القرآن بظاهره لأنه لو أخذت القرآن بظاهره لن يوافق هواها فتعمد إلى ضرب آياته بعضها ببعض وتعمد إلى قراءات ملتوية مراوغة فيها لحن من القول حتى تلوي آيات القرآن وأحكامه لتوافق هواها في هذه الآية الكريمة دليل وبيان على أن القرآن الكريم يؤخذ بظاهره وبالمعهود منه وبما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وما فهمه العرب والصحابة وساروا على ذلك يعني هذه الآية فيها إثبات فيها دليل قاطع وبرهان صاطع على أن القرآن الكريم يؤخذ بالقراءة الظاهرية في الأصل إلا ما دل الدليل على تأويله وهذا ما تقوله السلفية في هذا اليوم السلفية تقول أن القرآن الكريم ونصوص الشرع تأخذ الأصل على ظاهرها إلا ما دل الدليل الشرعي أو الدليل اللغوي أو العرفي على أنه بأول أما أن أخذ القرآن من أوله إلى آخره تأويلاً وقراءات باطنية متناقبة وكل حكم لا يوافق هوى هذا الزمان ولا هوى هذا العصر أجتهد في أن ألوي عنقه وأن ألتف عليه حتى أبطله وأبطيه لفطاً وشكلاً وأبطله حقيقةً وفعلاً فهذه الطريقة طريقة غير سليمة وغير سديدة بل هي طريقة منحرفة وهي ما فعله أهل الكتاب قديماً بكتبهم فإنهم كلما انتقلوا إلى زمن أو إلى حال وجدوا بعض الأحكام في التورات والإنجيل لا توافقوا هواهم فإما أنهم يلغونها يبدلونها بحكم آخر وإما أن يبقوها لفظاً بل ويبدلوها حكماً النقطة الأخيرة في هذه الآية الكريمة هي أن هذه الكلمة وهي كلمة التفسير صارت اليوم علماً على علم بيان القرآن وشرحه وتفصيله وإيضاحه وتوضيحه فكتب التفسير هي الكتب المختصة بهذا الأمر وصار هذا المصطلح خاصاً بالقرآن الكريم مع إمكان أن يستعمل في غير القرآن لكن أشهر ما يستعمل فيه هو القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم كثيرة وشهيرة بدءاً من تفسير الإمام الطبري رحمه الله الذي هو عمدة التفسير وكل التفسير هي عيال عليه بعد ذلك ولكن التفسير كان موجوداً قبل الإمام الطبري من زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن نقصد هذا الجمع الكبير للروايات الذي بدأ به الإمام الطبري ثم تتابع المفسرون بعد ذلك في بيان القرآن الكريم اختصاراً للطبري أو استفادة منه وتنوعت في ذلك التفسير التفسير اتجهت إلى أحكام الفقه وتفسير اتجهت إلى أحكام اللغة وقواعدها وتفسير اتجهت إلى الحديث والقصص وتفسير اتجهت إلى الرواية وتفسير اتجهت إلى الدراية إلى غير ذلك لكن تفسير القرآن بدأ من زمن النبي عليه الصلاة والسلام مروراً بالصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى من بعدهم وكان التفسير في بادئ أمره ممتزجاً بباقي العلوم ثم ما نبث العلوم أن استقلت شيئاً فشيئاً حتى استقل وقام كل علم بنفسه إذن هذه الكلمة كلمة التفسير لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة بهذا الموضع من سورة الفرقان هذا ما حتبيانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة